بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أيام مباركات مليئة بالنفحات والأنوار والأسرار التي الله سبحانه وتعالى من بها على هذه الأمة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم المختار ويفضل للسؤال كيف نتعرض لهذه النفحات التي كتبها الله سبحانه وتعالى وجعلها بابا من أبواب التوسعة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بتيجي النفحات دي نفحات الأيام المباركات زي الأيام العشر من ذي الحجة الواحد فينا بيحس بحاجة بتتكرر وبترسخ في قلوبنا ونزداد يقين منها أن ربنا سبحانه وتعالى نسج حياتنا وصنعها على عينه سبحانه وتعالى وكأن كل نفس من أنفسنا وكل زمن من أزمينتنا مكتوب عليه فإنك بأعيننا كأن كل نفس وكل زمن مكتوب عليه واصطنعتك لنفسي آه والله تحس إن ربنا مش سيبنا في وقت من الأوقات إلا وبيغمرنا بنفحاته بأنواره عشان كده بعد ما خرجنا من رمضان وعشنا الأنوار والأسرار وربنا فتح علينا وأكرمنا آخر كرم الله سبحانه وتعالى لا دعنا ولكن يدركنا بأيام مباركات أشهر الحج فلما تسأل نفسك ليه كده تجد الجواب إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يتركنا لأنفسنا يعني يا دوبك أنفسنا بتادي تلعب بينا ونبتعد عن الأنوار والأسرار اللي ربنا كتبها لنا في رمضان على طول تجينا أسرار وأنوار الأشهر أشهر الحج وندخل كمان في أنوار العشر الأوائل من ذي الحج عشان كده الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه أحن علينا من أنفسنا فقاله سبحانه وتعالى في آية من أبدع ومن أجمل الآيات التي إذا قرأتها يطمئن قلبك الله لطيف بعبادي الله على الحنان والله على اللطف فالله سبحانه وتعالى يكرمنا دايما بالأيام المباركات من غير حول مننا ولقوه من عنده سبحانه وتعالى ويبقى العنوان الواسع لده قول صلى الله عليه وآله وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات نعمل إياه رسول الله ألا فتعرضوا له نتعرض له يبقى ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يرشدنا إلى إزاي ننتفع بهذه النفحات اللي هي موجودة في كل الأيام بس النفحات في أيام معينة تبقى نفحات عالية وكثيرة وغامرة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده لنا قال لنا ألا فتعرضوا لها فيبقى نعمل إيه نتعرض لها طب ليه رسول الله نتعرض لها لإن أنت مش هتقدر توصل إن أنت تجمع كل الأنوار من كسرة الأنوار ومن كسرة العطايا اللي موجودة في النفحة غاية مراد إن أنت تقدر تتعرض لها فالنفحة هتصيبك ومكتب لك نصيبك منها لإن ربنا دبرها على عينه فكل اللي عليك إنك تتعرض للنفحة مش تصنع النفحة ولا تقدر تاخد من النفحة فقط تتعرض لها بعملك الصالح وبالإقبال على الله وربنا أعلمنا إنه سبحانه وتعالى كريم ولطيف سبحانه وتعالى وأعلمنا في هذه النفحة بالذات نفحة الأيام العشر منذ الحجة نفحة أشهر الحج كلها أعلمنا إنه هو اللي دعانا للنفحة دي فقال سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له إيه ده؟ يعني ربنا اللي دعينا لهذه النفحة وحتى وصف إحنا عنيجي إزاي؟ يعني عشان إيه؟ كله ييجي كل اللي هييجي هنال من هذه النفحة وإيه بقى؟ هي المنافع اللي ممكن نشهدها في هذه الأيام المباركات وهل النفحة دي بتكون لأهل الحج بس؟ ولا ممكن كمان تكون لغير الحجيك أنا شايف إن كل الدين كله مبني على معنى مهمة أوى أوى علمهن حضرة النبي هم القوم لا يشقى بيهم جليس ما ينفعش واحد يروح للحج وأخوه فده ياخد النصيب وده ما ياخدش كله بتنال النفحة ما النفحة على الكل ترجمة نانسي قنقر